ماذا علم السيد المسيح عن الكيفية التي سيعاقب بها الأشرار في اليوم الأخير وماذا قال السيد المسيح عن جهنم التي نارها لا تطفأ ودودها لا يموت وماذا كان يقصد السيد المسيح بذلك هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين والمستمعين النهاردة بنعمة الرب هنتكلم عن موضوع مهم جدا عقاب الأشرار ماذا علم السيد المسيح عن عقاب الأشرار لأن في معتقدات كثيرة جدا الناس بتقولها لا تتفق إطلاقا لا شكلا ولا موضوعا مع الكتاب المقدس تعالوا نستمع أحبائي إلى ماذا قال السيد المسيح عن عقاب الخطاف اليوم الأخير أي يوم القيامة في إنجيل مرئس 9 من 42 إلى 48 يقول السيد المسيح ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحي وطرح في البحر وإن أعصرتك يدك فاقطحها خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتنضي إلى جهنم إلى النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ وإن أعصرتك رجلك فاقطحها خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ وإن أعصرتك عينك فاقطحها خير لك أن تدخل ملقوط الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم حيث دودهم لا يموت ونار لا تطفأ ما هي جهنم التي تكلم عنها السيد المسيح؟ كان بيقصد إيه؟ وما هو عقاب الأشرار؟ لو رجعنا لزمن السيد المسيح عندما كان يتكلم عن جهنم كانت كلمة جهنم معروفة جدا بالنسبة للتلاميث لأن إيه هي جهنم؟ جهنم ما كانش سيد المسيح بيتكلم عن مكان سيكون فيه مع بعض وبالرغم أن احنا بنؤمن من بقية تعليم الكتاب المقدس أن في جهنم بحيرة النار النار التي ستنهي الأشرار على الآخر ولكن بالرغم من كده هللاقي أن جهنم اللي كان بيتكلم عنها السيد المسيح كان حقيقة موجودة وقت التلاميث إزاي؟ فمثلا كلمة جهنم ما هي إلا كلمة لكلمة لودي اسمه ابن هنوم في شرق أوروشاليم كان فيه وادي اسمه ابن هنوم في شرق أوروشاليم ده كان وادي بيعتبر اليهود أنه وادي نجس وكان ليه وادي نجس؟ لأن الملك أحاز أمر أن كل الأطفال يجاز في النار إلى الإله ملوك والإله ملوك ده إله وسني وكان أحاز بيغيظى الله الحي بأنه بيعمل هذه العادة السيئة بأنه بيقدم الأطفال زبيحة لهذا الإله أطفال ويزبحهم ويحرقهم في النار لهذا الإله فأعتبر هذا الوادي وادي نجس وكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أن اليهود في أوروشاليم استخدموا هذا الوادي عشان يلقوا فيه نجساتهم النجسات، المخلفات، الحيوانات النفقة، القمامة كل الأشياء دي ويولعوا بيها بالنار عشان كده لما كان حند بيطلع طالع لأوروشاليم ويعدي من ناحية وادي ابنها النوم اللي هو سمي فيه ما بعد جيه نوم يعني جوهنم جات منها كلمة جوهنم كان لازم بيشوف منظرين على طول موجودين المنظرين دول النار شغالة 24 ساعة ليه؟ لأنه كل يوم بيحطوا إيه؟ بيحطوا كمامة جديدة بيحطوا مخلفات جديدة كل المخلفات يوم بيومها على طول عشان تفضل المدينة المقدسة أوروشاليم خالية من الدنس فكان لازم يتخلصوا من هذه النجاسات يومياً ما يبقوش حاجة فيه المدينة فكان اللي بيشاهد بيشاهد حاجتين بيشاهد النار اللي كل يوم شغالة والدخان طبعاً فيها وبيشاهد الجيف الحيوانات النافقة أو الميتة وفيها الدودو هو بيقولها فعلى طول العابر من الطريق ده المشهد اللي بيشوفه على طول لازم يلاقي نار شغالة ويلاقي دود بيأكل الجيفة ومن هنا جه السيد المسيحي تكلم عن هذا الشيء إن جهنم ما هو إلا رمز للمكان اللي هيتعذف فيه الأشرار أو نفس الشيء هيحصل إلى الأشرار فالتلاميس فهموا يعني إيه جهنم أو جهنم هو ودي ابنها منوم حيث بنرمي فيه مخلفتنا النار هناك بتشتعل بصفة مستمرة ليه؟ لأن كل يوم بيحطوا فيها مخلفتهم الدنسة والنجسة بصفة مستمرة وخصوصاً الحيوانات الميتة طيب إيه الغرض من جهنم؟ سيد المسيح لما كان بيكلم تلاميذه بيقول إن الأشرار هيتعجبه في نار جهنم طب إيه الغرض؟ ليه ربنا وضع جهنم للإنسان؟ أول حقيقة يا حباء لازم نعرفها إن لم توضع النار للإنسان دي حقيقة يمكن بعض الناس ما يعرفوهاش النار لم توضع أساساً للإنسان جهنم لم تعد أساساً للإنسان على الإطلاق لأن ربنا لما خلقنا لما خلق أدم وحوة حاطلهم شجرة الحياة فقال بالجنة ليه؟ عشان يكلوا ويعيشوا إلى الأبد ولكن للأسف أدم وحوة بدل ما يكلوا من شجرة الحياة كلوا من الشجرة المحرمة عنها أو المنهة عنها اللي هي شجرة معرفة الخير والشر وكان نصبهم الموت أمان ربنا لمين عمل جهنم؟ تعالوا نعرف السيد المسيح بيقول في متى 25.41 ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إن النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته النار الأبدية معدل مين؟ مش معدل للإنسان مش معدل لأي واحد فينا لا مش معدل لأي خاطئ لا 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 دي كانت معدى إلى إبليس وملائكته الخطاء العصاء اللي رفض الطوبة لكن للإنسان كان معدود لي الحياة الأبدية وللأسف هو اختار النار واللي هيروح النار مع إبليس مش لأنه الله عايز يهلكه في النار ولكنه هو بقرطه ذهب وراء إبليس فإبليس نهايته النار فهو راح معاه في المكان اللي بيحبه إذن النار جهنم لم تكن أساسا للإنسان لم تكن أساسا لبني آدم الحقيقة التانية إن الغرض من جهنم هي عقاب الله على الذين رفضوا خطة الخلاص عقاب الله للناس اللي هم استهانوا بما فعله الله والحقيقة دي نجدها في عبرانيين 2-3 فيقول الكاتب فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره فكيف ننجو دي مستيغة سؤال مستيغة تعجب إزاي ننجو يعني الله بذاته أعد كل شيء والخاطي يرفض وبعد كده يتوقع النجاة مستحيل مستحيل ده اندهاش إزاي هينجو الخاطي من عقاب خطيته لأن ربنا فعل كل شيء وفي الآخر الإنسان بمنطهة البسيطة بالبساطة يقول له بمعرفتك لا نصر لا نريد أن هذا يملك علينا خذه أسلوبه مش عايزين هذا يملك ويكون في حياتنا فجهنم هتكون أعقاب ليهم على أنهم رفضوا خطة الله وطريق الله للخلاص الحاجة الثالثة ليه الله وضع جهنم الله وضع جهنم عشان الله عادل وكدوس الله عادل وكدوس طب معناها إيه؟ لو إحنا عرينا في رؤية ستة عشرة في صورة تشبيهية جميلة أوي كتبها يحن الحبيب وبيقول وصرخوا بصوت عظيم حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض ده صوت الناس الذين قتلوا لأجل السيد المسيح صوتهم بيصرخوا ربنا هتنتقم لنا إمتى؟ كانت الإجابة استريحوا قليلاً مش دلوقتي أم الإمتى اللي انتقام؟ اللي انتقام هيكون وقت يوم القيامة عندما يأتي السيد المسيح من السماء وساعتها لازم الشرير هيعاقب على شره لازم الإيد اللي سفكت الدم هتتعاقب لازم الشخص اللي اتعد أولاد الله هتتعاقب الإيد اللي دقت مسامير في إيد السيد المسيح هتتعاقب كل من أهان اسم السيد المسيح يجب أن يعاقب بس مش دلوقتي أم الإمتى؟ لسه لسه ليهم وقت وده الوقت اللي هيكون الله بيثبت فيه عدلته لكل الأكوان لأن ليس للخاطئ أن يحيى إلى الأبد وليس للخاطئ أن يتمتع بخطيته وليس للخاطئ أن يفرح بخطأه فإن كان الله يمهل فإنه لا يهمل يمهل أيوة يطول آنته على الشرير أيوة يدي له فرصة اتنين عشرة عشرين سنة سنتين مية لكن إذا تاب أمين ويبخته لكن إذا ما تابش وفضل في عصيانه وفضل في غويته وفضل في طريقه التي لا ترضى الله هيكون النتيجة إيه؟ لازم هيجي يوم يحصد ما قد زرع فإنه زرع فساد سيحصد فساد زرع للجسد هيحصد موت وعشان كده موضوع جهنم جهنم موضوع لتثبت للأبرار يا جماعة يا أبرار أنتوا هتغضوا حقكم دمكم الزكي يقول لسفك ليه تامن عند ربنا ويقول للأشرار أن رفضكم وشركم ليه نتيجة وليه عقاب لازم تتحسبوا عليه ليه ربنا وضع جهنم؟ رابع سبب يا حبائي أن الهدف الرئيسي من جهنم مش بس عقاب الأشرار مش بس عقاب الشيطان مش بس يعقب الناس اللي رفضوا خطة الخلاص ولكن أهم سبب في وضع جهنم هو لكي يزيل الله الشر تماما من الوجود وده الهدف الأساسي لجهنم لكي يزيل الله كل أثر للخطية فكان قبل إبليس لا يوجد في الكون كله ما يسمى الخطية أو العسيان وعندما بدأ إبليس في عسيان الله بدأت الخطية من هنا وعندما عصى آدم بدأت الخطية على الأرض ويجب أن يأتي يوم تعود فيه الأكوان كما كانت بلا خطية بلا دنس بلا عيب بلا عسيان ليسود الوآم وتسود السلام والمحبة ويسود الخير والبر في كل الكون وليس في الأرض فقط اليوم ده هيحصل إمتى؟ اليوم ده هيحصل لما ييجي ربنا يزيل الشر تماما يبيده يبيده ينئيه وهو ده عمل جهنم الأساسي إنه سيمحى كل أثر للشر والخطية ما فيش شيطان بعد كده ما فيش أشرار بعد كده ما فيش خطية فيما بعد ما فيش أي لوصل الخطية فيما بعد ما فيش أفكار سيئة هتيجي فيما بعد ليه؟ لأن الله بالنار سيبيد كل هذه الأشياء التي جاءت بالحزن والضمار إلى البشرية وهذا هو عمل جهنم وهذا هو عمل جهنم إذن ماذا قال السيد المسيح؟ وهل النار هي نار حرفية لن تنتهي بالفعل؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا مرة أخرى برحب بيكم أحباء المشاهدين والمستمعين قبل الفاصل اتكلمنا عن جهنم ايه هي جهنم؟ في وجهة نظر السيد المسيح وعرفنا أنه وادي ابن هنوم اللي كان في شرق مدينة أرشاليم وعرفنا أن هذا الوادي استخدم كرمز إلى الحرق والنفش لكل الأشياء الغير مقدسة وعرفنا بعد كده لماذا سيعضع الله جهنم للأشرار؟ هنكمل ماذا كان يقصد المسيح بنار لتطفق ودود لا يموت؟ هل ده كلام حرفي أم جازي؟ أول حاجة لازم نعرفها أنه وادي ابن هنوم أو جهنم لو أي حد راح فينا أرشاليم الكدس الوقت الحالي مش هيجد نار لتطفق ودود لا يموت هتلاقي مكانه عادي أرض عادية الناس بتمشي فيها ما فيهاش أي شيء يدل لا على النار ولا على الدود بس السيد المسيح قال ده نار لا تطفق ودود لا يموت ولكن ده لها معنى تاني إيه هو المعنى التاني؟ المعنى التاني أن هذه النار وهذا الدود سيعمل العمل التام ولا يستطيع أحد أن يهيء إلا عندما يتم العمل إزاي؟ فالله لا يمكن أنه هو يضع نار لن تنتهي إلى الأبد لا يمكن أبدا وفيه أسباب كتابية لهذا الشيء فالنار ليها نهاية النار عقاب الأشرار ليها نهاية ليه مش ممكن تكون النار للأبد؟ زي ما كثير من الناس بيعتقد أن النار لن تنتهي إلى أبد الأبدين تعالوا نشوف أول حاجة لأن الله عادل وعدالة ده الله ضد أن إنسان يعيش على الأرض مئة سنة مثلا ويعمل ما يفعل من خطايا ويكون العقاب بتاعه نار لألافات وملايين وبليين ودشليونات لا تنتهي من السنين وحياة أبدية في نار طب هو عاش مئة سنة في خطايا عشان يعاقب إلى ما لنهاية هل ده عادل؟ حتى العادل بيقول أن الإنسان يتعاقب بنفس نوع الخطايا اللي عملها اللي قاتل يتقتل مثلا خلاص اللي سرق يرجع أو يتحبس لكن ما شفناش حد بيعاقب إلى الأبد عن شيء عن خطايا عملها وهل الله ما كانش عارف أن الإنسان إن الخاطي هيتولد وهيموت وهيبقى خاطي وهيروح جهنم ده سؤال بييجي في أفكارنا جميعا إذا ربنا يعلم كل شيء وهو بالفعل يعلم كل شيء فلماذا خلق الخاطي قبلا؟ خلقه عشان يعيش مئة سنة ولا مئتين ولا ألف حتى عشان بعد كده يودي جهنم التي لا تنتهي وأنين وعذاب إلى أبد الآبدين هذا ضد عادل الله الله عادل الله لا يفعل مثل هذه الأشياء الناس هم اللي بيقولوا كده مش هالله تاني حاجة الله رحيم الله محبة وفيه سؤال لازم نسأله هل الله يصر بأنه هو يعد يسمع سرخات وأنين المتعذبين طول الوقت في جهنم وهم بيصرخوا وأنتهم ولعانتهم والسرخات اللي بتسعد والآهات اللي بتسعد هل هو ده الله اللي إحنا بنعبده؟ الله المحبة لا لا أبدا الله محبة الله لا يصرب موت الخاطئ فما بلنا إذا كان عايز بقى يشوف الخاطئ يعذب إلى مال نهاية أمامه إذا لا يصرب موته هيصرب تعذيبه إلى مال نهاية مستحيل مستحيل الحاجة التالتة اللي لأجلها مش ممكن أبدا أن يكون فيه نار لا تنتهي أن المؤمنين المفديين نفسهم لما احنا نروح مع السيد المسيح لفردوس النعيم إزاي هيجي لنا السعادة وإحنا عارفين أن مكان ما في الكون في حد من قريبنا ممكن القريب ده يكون صديقك ممكن يكون حد جارك ممكن يكون حد من عيلتك ممكن يكون أبوك ممكن يكون ابنك أو ابنك ممكن يكون زوجتك أو زوجك يبقى إزاي فين اللي استمتع فين السماء اللي هنكون فيها إذا إحنا وإحنا بنتمتع نعلم أن في مكان آخر في الكون سيوجد إيه؟ يوجد عذاب وقلم لمن؟ نحب هل دي تبقى سماء؟ هل دي تبقى سماء؟ مستحيل مين اللي قال إن هديها تبقى؟ سماء والحاجة الأخيرة يا حبائي إيه الفايدة اللي هيخدها الله لو إن النار لن تنتهي؟ فايدة واحدة هل الله جزار بيحب يقعد تحت القزارين عندهم رحمة على الحيوانات؟ هل الله ما عندهش رحمة؟ إيه الفايدة إن الله يسيب النار إلى مالة نهاية؟ فايدة واحدة بس إيه هي؟ البعض يقول أه عشان عدلوا المطلق لأنهم رفضوا الله المطلق يبقى العقاب غير مطلق ده كلام فلسفي ده كلام فلسفي الله لا يريد أي شيء من الخاطئ الله لا يريد الخطيئة الله لا يريد أبدا أن يرى الشر والأشرار مرة أخرى كل ما يريده الله من جهنم أن يبيد الشر ويبيد الأشرار الله لا يوجد سبب واحد لديه لكي يستمر في تعذيب الأشرار إلى مالة نهاية وتخيلوا ربنا بقى بيعذبهم إزاي؟ على حسب ما بعض الناس بتعتقد أن الدودة قد كده يعني قد الفيل وتفضل تاكل في الإنسان ويفضل الإنسان يموت وبعد كده ربنا يقول لي أنت موت طب هحليك تاني وبعد ما يتعذف في النار يموت الله أنت موت طب هحليك تاني وتاني وتالت ورابع إلى مالة نهاية إلا هيستفادوا ربنا من كده؟ بيتشفى؟ عنده غل زي اللي عند البشر وبيتشفى فيه؟ إحنا اللي عندنا الأحقاد دي إحنا اللي عندنا التشفي ده كبشر خاطئين ولكن عند الله ما عندوش هذا لأشياء لا يعاملنا بحسب أفكارنا ومعاملتنا فلا يوجد سبب واحد يجعل الله يضع النار إلى ما لنهاية إذن ماذا قال السيد المسيح؟ عن مرء استسعة النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت السؤال أول حاجة إحنا لازم نعرفها أن الكلام ده كلام مش حرفي وإيه اللي أكد لنا على كده؟ أول حاجة أن ما فيش حيوانات هتبقى عايشة إلى الأبد طب الدود هيعيش إزاي للأبد؟ إذا كانت البهاء ومساتوباد يبقى إزاي الدود هيعيش؟ الدود هياخد حياة أبدية؟ إيا جماعة سمعنا الكلام ده فين؟ في حياة أبدية للدود للحشرة دي فده أول حاجة بتثبت أنها شيء مجازي الحاجة التانية بيقول خيره أن تدخل الحياة أعرج أعمى أجدع على أنك تخش وتروح جهنم طيب ودي حاجة تانية بتثبت أن الكلام اللي قاله سيد المسيح مجازي إيه هو؟ أنه ما فيش في السماء لعمل ولا عرج ولا مشلولين ولا ناس عندها أمراض ده اللي عنده العمى هيفتح في السماء اللي بيعرج على الأرض هيمشي في السماء ويقفز ها؟ اللي عنده مرض هيشفى فالسماء لا يوجد فيها حزن ولا ألم من الأمراض يبقى إزاي يدعي البعض أن في السماء هيكون في هذه الأمراض كلام السيد المسيح ليس كلاماً حرفياً السيد المسيح بيقول إن أعصراتك عينك اقلحها هل ده ما يقصد السيد المسيح؟ إذا أنا اشتهت إمرأة وإنت اشتهت إمرأة أو أخت اشتهت حاجة جارتها تروح فقع عنها؟ طب ولو إيدك سرقت اقطحها؟ ولو رجلك عملت اقطحها؟ ولو فكرك تفكير جيب مصدس واضربه؟ ده اللي بيقوله السيد المسيح؟ إطلاقاً إطلاقاً هل السيد المسيح بيقول لنا إن إحنا نقذ أجسدنا؟ تعالوا لا يا جماعة لا لا دي أفقار الناس وليست أفقار الله لأن جسدنا هو هيقى لله إزاي نقذيه؟ أما اللي يعني إيه نقلع العين ونقطع الإيد والرجل والحاجات دي كلها؟ لا يعني نقطع العادات السيئة اقطع كل ما يربطك به الخطيئة مش جسدك مش جسدك فكلام السيد المسيح هنا ليس حرفياً وأيضاً يقول السيد المسيح في هذا الشيء أن الهدف الأساسي أنك تقطع كل شيء يربطك بالشيطان اقطع كل شيء يربطك بالخطيئة لو ليك صاحب بيربطك بالخطيئة اقطعه لو ليك إنسان بيحبه بيربطك بالخطيئة اقطع العلاقة معاه لو بتعمل عادة راضية بتخليك تبعد عن الرب ابعد عن العادة اقطع العادة دي سلم كل نفسك للرب هذا ما يقصد السيد المسيح بيعجال أحبائي ما هو عقاب الأشرار؟ إيه هو إذن عقاب الأشرار؟ تعالوا نشوف في رؤية عشرين تسعة يقول فسعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم أكلتهم وبعدين في ملاخي أربعة واحد وتلاتة فهوذا يأتي اليوم المتقط قط النور وكل المستكبرين وكل فعالي الشر يكونون قشا ويحركهم اليوم الآتي قال رب الجنود فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعا وتدسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بدون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود الأشرار هيكون رمادا وإحنا هنعمل إيه هندوس على الرمادا تبو الشيطان نفسه إبليس نفسه هيكون مصيره إيه نقرأ هذا المصير في حسقيال تمانية وعشرين تمنتاشر وتسعتاشر بيقول الرب قد نجست مقادسك بكثرة أسامك بظلم اتجارتك فأخرج نارا من وسطك فتأكلك وأصيرك رماضا على الأرض أمام عين كل من يراك فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد الشيطان راح فين لا يوجد بعد إلى الأبد هيكون رماض إذا الشيطان هيكون رماض يبقى إزاي هيكون الأشرار في عذاب لن ينتهي مستحيل ربنا مش عايز الخطيئة تستمر ربنا عايز يقضي على الخطيئة وعشان كده بنلاقي أن بوليس الرسول بيوضح إيه هو العقاب للخطاة في رمية 6-23 لأن أجرة الخطيئة هي موت أجرة الخطيئة هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع وأكتر حرمان هيغدو الإنسان الخاطي هو إيه أنه هو الندم عندما يرى الملكوت أمدامه وهو محروم عندما يرى الصيد المسيح يقول لي أخسارة أنا بعته وبعت الملكوت وبعت الأفرح دي كلها عشان إيه عشان المال عشان اللذات عشان موتع الحياة يخسارة الندم والحرمان والعقاب الأقصى هيكون في متى 25-30 والعبد البطال أطرحوه إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البقاء وصرير الأسنان هو ده العقاب الحرمان من السيد المسيح فيش عقاب أكتر من كده أحبائي لقد تعلمنا اليوم عن نار جهنم الله لا يريد لنا أن نكون في هذا المكان لأن هذا المكان لم يعد لأيا مننا إنه أعد للشيطان ولما إلكته ولكل الذين يتبعونه فقط ولكن للمؤمنين الذين يسلمون حياتهم للسيد المسيح عد لهم فردوس النعيم ليتنا نأتي إلى الرب خاضعين خاشعين طالبين منه أن يحمينا وأن ينقذنا من أخطائنا ليكون نصيبنا معه إلى أبد الآبدين فإن كانت هذه هي طلبتك وطلبتك أختي العزيزة فلنصلي معا هذه الصلاة إلهنا القدوس بنشكرك لأجل قثرة مراحمك ولأجل عجلك ولأجل محبتك نشكرك يا رب لأنك ذهبت لتعد لنا مكانا في الخلود فأعيننا يا ربي لنكون معك في هذا المكان وساعدنا يا رب إن إحنا نكون مستعدين لا نلتفت إلى العالم بل نقطع كل علاقة لنا بالعالم وأعين يا رب إن إحنا نقطع الخطية ونقطع الشر والعادات السيئة التي نفعلها لنكون كاملين كما أنت كامل أشكرك إلهي لأنك دائما تسمع وتستجيب في اسم من فدانا وخلصنا سيدنا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمكت آمين سعدت أحبائي بلقاء معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة